تخيل معي نونا تخيل هالشخصة تخيل التلفون اللي ماسكو او زي المخشير و ماسكو اشي زي هيك هدا هو اول هاتف في العالم تخيل يديش حجمه ووزنه ووزنه 2-3 كيلو تمام بدك بقديك التنتين لما تمسكو ولما تقدر تسمع الصوت انهو بدك معجزة هدا يا جماعة اول هاتف اخترعوا لبروفيسور كوبر اسمو تمام هذا الكلام سنة الاربعة وخمسين تخيل كيف شكله تخيل انه هذه مدونة بلوجر لواحد متدئ تخيل كيف اسسها هل انه يعني لو اسسها بالشكل هاد مش هينجح او مش رح يقدر يطور طبيعي انه لا الكلام هذا غلط انت بامكانك تطور بامكانك تكون احسن انسان في الدنيا يعني تخيل من اول هاتف تخيل كيف اصبح شكله حاليا هاتف متطور متقدم جدا طلع انت كيف الكاميرات والشكل شيء جديد وفخم هذا هو هاتف سامسونج الحاليا تخيل المدونة تبعتك تبعت البلوجر كيف كانت وكيف اصبحت انت في البداية مش رح تحقق فلوس يعني زي ما انت رسم في عقلك اكيد حتحقق سنتات بسيطة لكن مع الوقت لو استمرت وشغلت خلايا مخك العصبونات انت فيك تنجح وانا واثق انه انت رح تحقق مبالغ ممتازة وقسما بالله يا جماعة والله العظيم يا جماعة انه بلوجر بتقدر تحقق منه دخل حقيقي محترم انا ما بتكلام من فراغ انا نفسي انا شخصيا امسك مبالغ والله العظيم لو بدي اعرضها يعني على القناة لاخد كتير يعني شكر او حسد في نفس الوقت بلوجر بطلع بلوجر قسما بالله انه بطلع وبشكل يومي كمان ومبالغه حلوة جدا وانا هيجي يوم وحتكلم كمان في حلقة حسرية عن ايش هي المواضيع اللازم انت تستخدمها لازم تضلك تستمر وتكتب عنها في مواضيع معينة برضو بتربح اكتر من مواضيع تانية هالاشي هذا طبيعي بس مش معنى هيك انه انت اذا كنت حابب يعني تشتغل في المدونة حاول انه انت تخصصها في شيء معين خلص مدونتك اخبارية خليها اخبارية بصفة عامة مدونتك تتكلم عن الالعاب خليها عن الالعاب بتتكلم عن الطبخ بدك تخليها عن الطبخ بتتكلم عن الحرف مثلا والشغلات الزيادة فبدك تضلها على هيك بتتكلم عن التحف بدك تضلها عن التحف فيا يا جماعة انتو اهم من كل شيء استمر في المحتوى تبعك حاول تضلك انت يعني اتقدم تعطي للناس شيء معلومة تحطش في هدفك الاول انه خلص انا بدي ماني اكيد فيه اسس للماني يعني انا واحد من الناس فيه عنده مدونة قسما بالله ما بتتخطن 130 140 مقال لكن يوميا بتصال اجل اشي اجل اشي انه بقول ما طلعتش بكونو طلع في حدود 12 13 دولار هذا في اليوم العادي في الشهر بتوصل معي ال 400 500 احيانا تتخطى 700 دولار فانتو كمان شغلو خلايا نمخ العصبونات مهم جدا انه تشتغل في هيك حلقات السلام عليكم برحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة good twins طبعا اصدقاء اليوم ان شاء الله موضوعي بده يكون عن براجعة المدونات الخاصة بمتابعين good twins طبعا ان براجع او الاختيار طبعا لسيسو بشكل عشوائي من دون علاقات او صداقات او من ايا كان من هالكلام هاد لا تمام اما بالنسبة للقالب سكويز او تفعيل قالب سكويز لثلاثة من الاشخاص اللي انا هرجع لهم فكل حلقة طبعا القالب انا مش راح اقدر اقدمه لاي حد فيهم الا اذا كان فيه تصويت مناسب وعادل والتصويت انتو اساسو في اعلى نسبة تصويت للشخص المناسب هو اللي حيحصل على اقالب سكويز مفاعل اليوم طبعا موضوعه بدي يكون عن ثلاثة مدونات المدونات هدولة ثلاثة بلوك وسبوت بدنا راجعهم ونشوف ايا يعني فيهم انسب لا اعلانات الادسينز وهل بالفعل لو قدم هتتفاعل معه مية في المية طبعا جماعة انا هذا هو الفيديو اللي اتكلمت فيه عن مراجعات مدونات اللي هو المتابعين هذا الرقم سفر حاليا الفيديو اللي انا بقى سجله هو الرقم واحد فكل طلبي انا انو انتو يا جماعة لو سمحتو بالنسبة للفيديو هاد الفيديو هاد اساسي وراح يصير كل خميس موجود عنكو في القناة تمام بس راح ادلو ارقام يعني هذا حاليا مثلا سفر كمقدمة الفيديو الحاليا اللي شغال فيه هيكون باسم واحد نفس الاسم مية في المية بس هيحمل رقم واحد اللي بعديه رقم اتنين فلما ينزل فيديو جديد خاص بالموضوع هاد ونفس الصورة الموجودة كل طلبي اضيفه من اول وجديد للقنوات او للمدونات اللي ما رجعتها اضيف التعليقات من تاني التعليق اللي بديو ينضاف بس اللي هو الرابط طبعا المدونة زائد كلمة هل هو قدم لاتنز او ما قدم اترفط ولا قدم مفاعل او لا ايا نكون نوع المدونة ما عند ايا مشكلة بس بدي تفاصيل عشان انا افهم كيف اشتغل او عشان تسهل علي المهمة طبعا جماعة زي ما انتو شايفين انا هنا في عندي ثلاث مدونات وثلاث مدونات بلوك سبوت طبعا في واحدة منهم متفاعلة من جديد وفي تنتين غير مفاعلات تمام فاحنا بدنا نركز على التلاتة يطرق التنتين اللي ترفضوا او التنتين الغير مهيئات هل بنفع يتهيئوا لاتنز ولو كان بنفع يتهيئوا الشو هي المشاكل اللي احنا لازم نصلحها على اساس بالفعل نقدر نخلي المدونات هدول نجبله في طيب تماما سيسو احنا عشان نقدر نفحص المدونات اول شغلة سيسو شو لازم نسويها نسويها احنا يا سيسو على اساس نقدر نتطمن ونقدم لاتنز بشكل طبيعي نقدم واحنا متطمنين ان المدونات بالفعل راح تنجبل لو انت اجيت وضغطت هان تمام خلينا نضغط على كلمة كروم نفتح اول مدونات بالشكل هات خلينا نشوف شكلها كيف هل هي مناسبة للاتنز اللهم صلى الله عليه وسلم محمد زي ما انت شايف تمام اول غلطة كانت موجودة انه في عندك شو موجود في عندك الاعلانات تبعت القالب نفسه هاد المفروض تنزيلها ولا لا اكيد من الطبيعي لازم تنزال هاد رقم واحد رقم اثنين كمان ايش في عندك مشاكل اسيسو انت شايف مباشرة هذا كلام اول ما فتحت انا حتى اتسنس كمان نفس قصة الاشخاص الحقيقيين البوافقوا على المدونات نفس السيستم بيجي بطلع المدونات قبل ما يطلع على ايه اشي تاني لو انت لاحظت اللوجو ما لللوجو اللوجو ما اخد مساحة كبيرة كتير عن حجمها الاصلي فغلط تكون اللوجو بالمساحة هادي اللوجو بده تصغير نونا تمام والاعلانات الموجودة الافتراضية تبعت المدونات لازم تنزال سواء من هون او من المقالات نفسهم يعني لو دخلت على اي مقال برضو حلاقي اعلانات ما الها اصلا اي علاقة لو انت طلعت هادي ايش بتسوي هان طيب انت هيك هاد اصلا حاطة مدونات او اكواد اعلانية يعني ما الها علاقة بشركة اتسنس بتاعتا فكي بده تكبلك وانت مش حاطة اشي الها وحتى لو ما قدرتش تحطي بنفاعش تحطي الى مدونات تانية او لا اسم تاني هذا لازم ينزال هذا مكان اعلاني مكان اعلاني صاحب القالب كان حاطه انت لازم تزلي طيب يا سيسو ايش في كمان عندي انا تعديلات هيك يعني بنظرة عين انا لازم اعدلها على اساس اطمن قبولي في ادسنس لو انا اجيت اطلعت على ثلاث نقاط هدول تمام زي ما انتو شايفين انا في عندي صفحة رئيسية في عندي اتصل بنا اتفاقية الاستخدام من نحن سياسة الخصوصية تمام كتير حلو لكن لو اجيت وضغطت على صفحة اتصل بنا اتصل بنا هل هي معمولة صح بسم الله طبعا قبل كل شيء زي ما انتو شايفين يا جماعة انا اجيت وفتحت صفحة اتصل بنا تمام اتصل بنا مش حطة فيها الكود اتمنى انك ترجع الى الفيديو هذا تمام الصفحة اتصل بنا لازم تتأسس صح هي مش موجودة عندك انت هيك عاملة بس اسم تمام هاي غلطة تانية تمام والغلطة التالتة انا متأكد انه انت كمان مش حاطة اكواد هان الروابط تبعت وسائل التواصل الاجتماعي يا اما سايبة منهم فاضي يا اما مش حطاهم نهائي لان انا شايفهم استان درجيات وهالاشي هذا غلط ضيفي روابط التواصل الاجتماعي واللي معنكيش امسحي تماما طيب يا سيسو ايش في كمان انا عندي شغلات لازم اطمن منها لاضمن قبولي في اتسنز طيب يا معلمي لو انا سألتك انتي انتي اكم مقال يا صاحبة المدونة كاتبة تمام خليني اطلع نونهان انت عندك اربع اقسام وهالاشي هذا ممتاز كتير تمام في عندك تصع طعز زائد اتنين هاي واحد وعشرين وعندك سبع تمانية وعشرين وثلاثين وثلاثين ثلاثين مقال عندك يعني ممتاز كتير الثلاثين مقال بساعدوا على القبول في اتسنز لكن هل هل مقالاتك حصرية مية في المية خليني اجي مثلا ادخل على المقال هاد تمام بدي اتأكد منه الطمن اخد نبزة يعني لو اجيت انت سخت الرابط طبعا المقال هاد تمام بالشكل هذا واجيت يا جماعة ودخلت على الموقع هاد بدي افحص هل المقال مناسب هل هو بالفعل حصري هل هو بالفعل محترام اللي اقدر انا اقدم لاتسنزو انا متطمن خلايا مخي العصبونات عندي من دمجة ومتأكدة مليون في المية انه انا بالفعل شغال صح طيب يا سيسو خلونا نيجي نضيف الرابط هام بالشكل هاد تمام اجيت ولا سقت وبدأ اقول له انا تحقق من الانتحال طبعا لازم ازيل اول اشي الام يساوي واحد هدول هاي اللي عند علامة الاستفهام طبعا في نقطة فيها خلل لو انت طلعت في الرابط الرابط انت ضيفه ضيفه بشكل غلط بشكل غلط اشو هو الغلط شايفه انت ضيفه يعني الكلام اللي انت ضيفه هان جايلك معه كلمة نجمة واحد وعشرين وهالاشي هاد غلط المفروض كانت ضفيه خلينا بس اول اشي نفحصه بعدين بفهمك هالسيستم هاد او الغلطة هاي دي لو انتو لاحظت يا جماعة هان هان اش بقولي نتيجة النتيجة مية واثناشر كلمة وحاصر مية في المية طبعا انا مش واثق انه مدينة النتيجة الصح والمعلومة الصح مية في المية فانا مضطر اني انسخ الكلام الكلام بدي انسخه على اساس اطمن انه فحصي صح بدي انزل بالشكل هاد طبعا يا جماعة انا هيك نسخت النص طبعا مقال خلينا ادخل على الاداة تاني عشان اتاكد انه هي شغاله معي مية في المية عشان ما اطلق بطش انا التاني هي تحديد الكل وهي يتحزف بالشكل الهت تمام تتيجتت لسقط النص الجديد الأصلي. صار 262 كلمة هل وجد بالفعل الشغلة صح ماشية معي تمام. خلينا أضغط على كلمة تحقق من الانتحال. خليه حصلي بشكل صح. هل بدي يجيب لي بس رابط موقعها وخلاص يعني بمعنى هل المقال هذا بس موجود إلها حصري إلها حيعطيني رابط الموقع تبعها ولا حيديني كمان روابط لمواقع تانية لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة إيش بقول لي هنا؟ بقول لي ما للمقال المقال فريد بنسبة 100% وهالإشي هذا غلط الإشي هذا غلط. كان المفروض أنه يقول لي المقال ماله في سرقة أدبية بنسبة 100% والسرقة الأدبية هذه أنا كأن سرق المقال من مدونة مين؟ من مدونتها هي معناته كمان هي في عندها غلطة تانية وش هي الغلطة يا سيسو؟ الأرشفة. عندها الأرشفة مش شغالة. في عندها يا إما مشاكل في ربوت تيكست. يا إما مش عاملة سيرتش جوجل كونسول صح مش ضعيفة ملف في السايت ماب نهائي والدليل أنه بقول لي المقال ماله فريد 100% يعني بأي شخص بإمكانه أنه يسرق المقال تباحها ويأرشفه عنده ويكسب الأرشفة هو لصالحه. وصلت السرقة كيف؟ هي بتتعب على الفاضي. طيب يا سيسو؟ إيش في كمان مشاكل تانية؟ أنا بس أفضل يعني أنا المشاكل هذه اللي نوهت إلها كافية لو أنه هي حلتها بالفعل متأكد مليون في المية أنه راح تنقبل طبعا بغض النظر عن حصرية المقال. صحيح بالنسبة للإسم. الإسم لما أنت بدك تضيف الإسم تمام؟ خلينا بس نيجي نمسح هدولة هاي الآن يساوي واحد. هالوقت أنت الإسم اللي بدك تضفيه في المكان تبعه تمام؟ الإسم لما بدك تضيف الكلمات اللي بالإنجليش هدولة تضفهم مش تعمليش فراغ زي هيك بين الكلمات تبعون الإنجليش لأ لازم تحطي فاصلة بالشكل هاد الشرطة هادي عشان ما يجيش معك اللي هو الجدباء أو 100% علامة البرسونت أو 20% هادي تمام؟ لازم ينضاف بالشكل هاد هذا الصح تمام؟ العشرين في المية ممنوع تكون موجودة ممنوع تعمل إفراغات زي هيك فاضية لازم تحط شحطة بين كلمة وكلمة إنجليش عشان يطلع معك الاسم صح 100% بالإنجليش العنوان تبع الرابط أما أنت هيكد بتشفر الموقع تبعك وموقعك مش راح يتقرشف بالصورة هادي نهائي أتمنى إنك تطبقي الكلام اللي أنا حكيته عشان أنت تقدر تنجحي في الأدسنز وتنجيبلي بسرعة وعلى طول وعأساس كمان تقدر تكسبي أرشفة حقيقية وكمان في ملحوظة تانية الرابط تمام؟ اللي بالإنجليش الرابط نفسه حاولي إنك ما تطولهوش خليه في حدود كلمة أو كلمتين والكلمتين اللي بدك تستغليهم في الرابط كمان استغليهم في المقال لتكسبي شغلة اسمها السيو السيو الخاص بالمقال مهم جدا مهم جدا لتكسبي أرشفة على جوجل لتجيك الزيرات من جوجل هيك أنا بكون خلصت فحص المدونة تبعتك أتمنى إنك تطبقي العملية هادية على أساس أنت كمان تستفيدي طبعا أتمنى إنك تفوز بقالب سكوز مدفوع أنا أحارض اسمك للتصويت طبعا جماعة جيت بالنسبة للأخوة زوزو أو فكرة زوزو أو قناة فكرة زوزو خلصنا بالنسبة للموضوع أو لموضوع المدونة تبعتها مية في المية هلوقت خلونا ندخل على المدونة الثانية هادي طبعا هاد المدونة بتهيأ لهي المفاعل عليها الأتسنز تمام خلينا ندخل عليها بسم الله زي ما أنتوا شايفين يا جماعة القالب قالب سوريا قالب سوريا أنا يعني والله العظيم بشكر فيه وزي ما أنتوا شايفين يعني شكل القالب وشكل المدونة أنا شايفه حلو كتير وهي مدونة أصلا بالإنجليش تمام زي ما أنتوا شايفين أعلنت أتسنز طبعا يا صاحب القالب أو يا المركب القالب حاول تحط كود إعلاني هان حط كود إعلاني هان لأنه مهم جدا ليزود الأرباح تبعتك طيب ممتاز لو أنتوا طلعتوا في الشكل الله مصلاست محمد طبعا عجبني شغلك شغلك حلو كتير بالنسبة لهدول طبعا أنت مقبول في أدسنز وكتير هالإشي حلو بالنسبة إلك الشكل أو الواجهة أو الكلام أو الصور اللي أنت ضيفهم كتير ممتازات هان أنت مش محتاج مراجعة بتهيئلي إلا بس في قصة حصرية المقال خلينا أدخل على أي مقال من مقالاتك وأطمن أنه هو بالفعل مقال محترم تمام؟ لو إجيت أنا ونسخت الرابط طبعا مدونتك بدي أفحص السيو هل هو مناسب لأنه يعني الناس يعني لو بحثت عنك حتلاقيك هل أنت بتجيك الزيرات من جوجل بس طبعا قبل كل إشي إهداء مني خلينا أعطيك نقرة أدسنز هيك تمام أنا قديتك نقرة أدسنز بس عشان أضمن أنه وصلتك 100% وبالسعر اللي بدنا إياه لو إجينا جماعة ودخلنا على السيو تشيك السيو تشيك مهم جدا جماعة في الشغل لو إجيت بدي أفحص الموقع تابعه هل الموقع تابعه مناسب هل أنا بإمكاني بالفعل أربح من هايغ مواقع طبعا الموقع لغة إنجليزية تمام؟ لو إجيت وفحصت هنا بسم الله طبعا قبل كل إشي طبعا زي ما أنتوا شايفين جماعة هنا تقريبا المتاونفرماشن هو حصل 100% بس عشان مش دومين مدفوع فتخطأ موضوع الدومين تمام؟ تمام اعلم له عليه وعلمه كفقرة خليلي اياه تمام هذه هي مشكلتك في المقال هنا الموبايل اوبتمايزيشن في عندك تمان اكوات جافة سيكريب لهما تبعون الاعلانات فيه من ضمنهم حاول تتخلص منهم الزر تبعون تبع المتابعين حاول تحزف وهو مش لازمك فيك تضيفه بصورة تانية وانا تكلمت في فيديو الحصول على الف متابع للمدونة بلوجر استراتيجية فيديو تكلمت عنه فانت لازم تشوفه بالنسبة للسوشيال نوتوورك انا تكلمت عن موضوع لتويتر تمام حاول تركزلي عليه لو انت دخلت الموضوع هاد هو فيديو 9 دقايق على ما اعتقد لو انت حضرته وطبقت فيديو لتويتر هاد هتصير معك بنفس اللون هاد اخضر 100% طيب تمام مين في عندك كمان مشاكل البيج استريكتشور انا تكلمت في فيديو حوالي نص ساعة عن الموضوع هاد انت في عندك روابط اضافية ملهاش لازمة يعني بتعرض نفس المواضيع هما هما يعني في مكان واحد بيعرض الموضوع اكتر من مرة فانت لازم تخلص من المشكلة هادي تمام ونفس السيستيم كمان عندك هنا اللي هو اللينكات بالنسبة للبريفورمنس الاداء هو سبب الاداء او سبب المشكلة فيه قصة الجافة سكريبت اللي هو الاكواد الاعلانية انت برضو ضايف فيها نقاط فيها خلل انا قولت الجافة سكريبت تبع الكود الاعلاني من عند كلمة سكرايبت لسكرايبت هاد هو اللي بدن نزيلهم فانت عشان تفهم الموضوع هادا ككل في عندك فيديو سبعة وخمسين دقيقة فاتش في القناة هو اكبر فيديو حتلاقيه حيحلك في المشكلة هادا حيسرع المدونة بشكل مش طبيعي عندك موضوع كمان الباك لينك لو دخلت قوائم التشغيل حتلاقيني متكلم عن الباك لينك بامكانك تحله في حدود اسبوع وكمان قصة الفيس هاد قصة الفيس هو بقولك هانا لو سمحت انشر في الفيس خلي الناس تعملك اعجابات في الفيس على الرابط تبعك ايا كان نوعه سواء مقال او مش مقال فانت لازم تحل حالك من الناحية هادي طيب تمام هالوقت بالنسبة للمقال نفسه تمام خليني ادخل على مقال من مقالاتك بنعم اشوف كيف بس شكل المقال انت عامله طبعا هذا مقال من مقالاتك اول شغلة بدي اشوفه انا عندك هنا تمام على اساس اتاكد انك مراعي للسيو او لا الاسماء الاسماء عندك حلوة جدا انت زكي جدا في كتابة الاسماء ممتاز كتير مع المي خليني انسخ الرابط طبعا مقالة تبعتك وافحصه اشوف هل هو مناسب ومراعي للسيو ولا لا هل بتجيك عليه الزيرات جوجل ولا لا طبعا زي ما انت شايفة بنعم شوف حتى لو هادي 100% وحتى كمان لو هادي 100% تمام في عندك نقطتين انت لازم تركز عليهم قصة اللينكات هادي حاول توصلها لمية تمام هي مش مشكلة كبيرة لكن المشكلة الدبل عندك البيج زي ما انت شايف اش بقولك هان اشو معناها انت في كلمة عندك في المقال هادي مثلا تمام اش مساوي فيها معلملي على الجملة هادي هايو معلملك عليها وضغطلي عليها بولد مغمقها حرف البي انت ضغط عليه على الجملة هادي وهذا الاشي غلط مش لصالحك وهان كمان بقولك يا عمي انت لازم تختار في حدود 15 كلمة لتعلم عليهم هو مقدر لك بناء على عدد الكلمات لما قالك كل وقالك يا عمي في حدود 15 بس انت بختار 87 وهالاشي هذا غلط هذا بمنع ظهورك في جوجل ممكن يجي ناس ويقولوا لا يا سيسو هذا الكلام كان زمان وكان ابصر شو باجي وبقولك يا عمي لا كان زمان ولا كان قدام الكلام هذا حقيقي ماشي لحتى اللحظة يا جماعة سبوكم من كان زمان ومكان الزمان هو بالفعل جوجل بطلة تتنبأ فيه لكن هو السيري بالنسبة للسيو ماشي وانا شخصيا بقى طبقه وبناء على تطبيقي بقى انصحك انك تطبقه لان بقى طبقه بلاقي منه نتيجة بقدي جوجل او انا بقعب بقى نبه جوجل بالنسبة للبولد اند سترونك تيكس وبقى اقولهم في عندي كلمات مفتاحية قوية مغمجها انا عشان انتوا تركزوا عليها فلو سمحتوا صح صحوا عليها هنا كل الكلمات السبعة وتمانين كلمة او السبعة وتمانين تعليمة لانت معلمهم حاول تخليهم خمسطاعش بس وتعمل الجمل ضبل الباقي عندك تقريبا ممتاز ركزت على الباك لينك انشرف تويطر في فيسبوك وفي الاماك انت بعت التواصل الاجتماعي لو انت نشرت في فيسبوك واجاك اعجباتها ده هتصير عندك صح تمام؟ وفي عندك برضو مشكلة في الكونتينت في الكونتينت ايش فيه مشكلة بالزبط؟ في عندك انت اول الجمل في المقال الجمل عندك طويلة طويلة كتيرة بنعم وكمان بتحطش في نهايتها النقطة هي طويلة حاول تزغر الجمل يعني في حدود خمسطاعش كلمة عشرين كلمة وحط نقطة في اول مثلا ست كلمات سبع كلمات حط فاصلة يعني التزم في البنشواشن انت استاذ لغة انجليزية بتهيئ لي انت فاهم القصص هادي البنشواشن ركز عليه كويس اتمنى يا اخوي انه تكون هيك السرعة وسطت بالنسبة لمدونتك وطبعا انا هاعرض مدونتك للتصويت اذا كان فيه اليك نصيب في قالب سكوز انا ما عندي اي مشكلة طبعا جماعة هالوجد بالنسبة لتالت مدونة خلونا نشوفها بسرعة عشان ما نضيعش وقت وما نطولش فيه الفيديو هاد المدونة الثالثة زي ما انتو شايفين اللهم صلى الله سيدنا محمد طبعا قبل كل شيء بسم الله اللهم صلى الله سيدنا محمد طبعا مقبولة هي في ادسينز بسم الله طبعا قبل كل شيء على فكرة انا باقترح انه صاحبها يا جماعة زكي جدا صاحبها جدع يعني هيك انا فتحت المدونة اول ما فتحتها بسرعة فتحت تمام كتير حلو هالشغلة هادي نموزج الاتصال هان ممتاز الارشيف كمان عامل هان شيء فخم محاطط كمان وسائل التواصل الاجتماعي بسم الله اللهم صلى الله سيدنا محمد طبعا طيب اول شغلة قبل ما نفحص وقبل ما نعمل اي اشي خليني ابعتلك نقرة ادسينز لعيون عيونك يا غالي طبعا بعتلك انا نقرة ادسينز اتمنى ان شاء الله ان تكون وصلتك بشكل كويس خلينا نرجع المدونة تبعتك طبعا مدونتك هي كتير حلوة اللهم صلى الله سيدنا محمد واللهما لا حسد بس المقالات للامانة انا شايف المقال طويل عندك وكويس مناسب لكن لو انا اجيت وبدأ ادخل على اي مقال عندك خلينا ندخل المقال هادي ونشوف كيف السيستم انت ماشي فيه اه هالوقت كتير حلو المقالات عندك مناسبة طيب ممتاز معنمي طبعا انت سواني خلينا نفحص لك بس السيو للمقال مثلا هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد شايف عندك اربعة وسبعين في المية نصيحة مني وصله لا تسعين او تمانية وتمانين في المية تمانية وتمانين في المية بخليك تحقق ارباح كويسة تمانية وتمانين في المية يا بنعم او تسعين في الحدود هادي وصله واستغلي الكلمات المفتاحية انا متأكد في مشاكل فيهم مدام هيك لو اجيت انا على حاول تهتم في الفواصل هاي اول مشكلة عندك تمام هادي الابل تاتش الابل تاتش انا اتكلمت عنها في فيديو مكتوب على الصورة تبعته ابل تاتش طبقه طبعا اكواد الجافة سكرت بدك تتغاضى عنها تغاضى مش اشكال لانه انت هيك هيك اصلا مسبت القالب الخاص في بلوجر نفسه طيب تمام السوشال نوتوارك السوشال نوتوارك نصيحتي انا اذا بدك تستغله وتشغله صح انا تكلمت عن تويطر حاول اطبق الفيديو تابعه او فيديو فيسبوك طيب تمام الاتش ون الاتش ون ربيع العلي تمام الاسم الاسم بدك تطوله انت حر فيه طبعا هالشغلة هاده بتتعلق فيك بس هو يفضله واحد وعشرين حرف او عشرين حرف يكون اللي هي دنك برضو مش قصة طيب ممتاز هانا عندك ستين في المية في عندك روابط برضو بقولك معاد استخدامها لهو داخر مقال تمام المشركات والشغلات الزي هادي وعندك مشكلة في الباك لينك الباك لينك جوي كل ما بيقوى الباك لينك كل ما بتكون مصدر السقة للداتا تبعتك او البيانات اللي بتقدمها للناس بتكون اقوى طاق الف اتمنى انه هيك تكون الصورة وصلة طبعا انت مش محتاج تعديلات اكتر من هيك لانه انا شايف ان محتوىك كتير حلو طبعا بتمنى منك واتمنى ان شاء الله يعني يقرب قبل كل شيء انه يكون من حظك اللي هو قالب سكويز مفعل شكرا اليك اخوي والله يعطيك الف الف عافية طبعا يا جماعة انا بعتزرق ان طولت الحلقة انا طبعا رجعت هالثلاث مدونات هدول وبفضل الله في منهم كانت انتين مفاعل عليهم اتسنز بالنسبة للمدونة الثالثة طبعا انا انا به صاحب المدونة هادي يهتم في جوجل بلانر الكلمات المفتاحية لانه محتوى حلو جدا محتوى ممكن يصيد من خلاله يعني يستغل لو استغل الكلمات المفتاحية يكسب كتير شغلات حلوة صالحوه فلو سماحت استغل الكلمات المفتاحية داخل مقالاتك طبعا يا جماعة انا بالنسبة للثلاث مدونات هدول بدي اعرضهم في المنتدى لمدة 24 ساعة هراتبهم بارغامهم وبأتمنى منكم تصويت للثلاث مدونات هدول مين بستحك فيهم قالب سكويز مفعل وبناء على اعلى تصويت انا رح اعطي قالب مفعل اللي بيستاهل فيهم لهو اعلى تصويت طبعا هما كلهم بيستاهلوا وكلهم احسن ناس بالنسبة الي لكن انا بدي اعلى تصويت هو اللي يستاهل او هو اللي ياخد القالب بناء على تصويتكم انتو فاتمنى يا جماعة تدعموني في الاشهاد انتو صحاب القناة والارباح ملك ومش ملكي انا فاتمنى منكم هالدعم هاد وان شاء الله يكون منحسكو هالاشهاد لقدام الله يعطيكم الف الف عافية بعد تزرع ان طولت الحلقة السلام عليكم اشتركوا في القناة